مع إياد دهماني أهلا يمين تحية المستمعين لكل اليوم بشيكون وزير الخارجية الروسي في تونس بعد ما كان في مراكش في اجتماع وزاري بين روسيا والدول جماعة الدول العربية هذي معنتها يتخذها في السياق متع الحركية الديبلوماسية الروسية تذكر حكينا في الجامعة اللي فاتت على زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات الحركية الروسية في مجلس الأمن في علاقة بالقضية الفلسطينية اليوم العلاقات العربية الروسية قاعدة ترجع إلى الواجهة ولكن بمعطيات جديدة خليسا نرجعوا رابيدمون على الليستوريك طبيعة العلاقات بين الدول العربية وروسيا نذكروا أنه روسيا كانت تقود الاتحاد السوفيتي جمهوريات الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الأولى نعرفه صارت الثورة الشيوعية في 1917 بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتوضح الرؤية خاصة أنه الاتحاد السوفيتي خرج في صف المنتصرين ضد النازية والفاشية ووقتها الاتحاد السوفيتي كان القوة العظمى الثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد ما بعد الحرب العالمية الثانية ما نجموش وقتها نحكيه على علاقات عربية روسية بشكل عام نحكيه إسانسيالما على علاقة روسيا بالدول العربية لأنه المواقف كانت منقسمة وقتها كان ثم دول عربية مع المعسكر الشرقي نذكروا من بينها مصر رئيس راحل جمال عبد الناصر نذكروا سوريا العراق الجزائر ولكن زيدي كانت الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية واللي معنتها كانت في مواجهة أحيانا مباشرة مع الاتحاد السوفيتي ناخدوا الإجزامبل متع دول الخليج والسعودية نعرفوا بعد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان كانت السعودية في مقدمة القوى اللي تدعم في المجاهدين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي وبالتالي العلاقات كانت منقسمة عارفة برشة توترات برشة الناس يقولوا أنه مع تتغيير السياسة المصرية مع الرئيس راحل أنور السادات وأن السادات تختار أنه يمشي مع أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي البعض يشوف أن السادات كان يقرأ في المستقبل ويعرف أنه المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية والبعض الآخر يشوف فيه أنه خيانة من النظام المصري وقتها للحليف السوفيتي اللي يقدم السلاح اللي حاربت به مصر في 67 وفي 73 ضد الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي أنه أضعف الاتحاد السوفيتي وساهم بشكل غير مباشر في إضعاف النفوذ متاعه وبالتالي العلاقات كانت معانتها منقسمة نعرف وزادة كيف كيف أنه الأنظمة الملكية وإلا الأنظمة متاع الخليج كانت متخوفة من النفوذ الشيوعي وهذاك عليش كانت على الخط الأمريكي في محاربة الشيوعية العلاقات بعد معانتها الانهيار التالتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين تغيرت ولكن لأنه المعطيات تغيرت وهنا فما حاجة يمكن تجمع بين الرأي العام العربي والرأي العام الروسي هو الإحساس بنوع من الإهانة وإلا نوع من الاحتقار من المنظومة الغربية اللي تقوطها الولايات المتحدة الأمريكية العرب نعرف عليه نعرف الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية وروسيا اللي كانت قوة عظمى لقات روحها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في وضعية متاع أنها رولوجي إلى الصف الثاني هذا كان اللي يفسر برشا يفسره سياسات الرئيس بوتين هي أنه استرداد ولا استرجاع المجد الروسي ومجد الاتحاد السوفيتي واللي هو يعتبر أنه سقوط الاتحاد السوفيتي بالطريقة هذيك كان فيه ضرر لروسيا وللبرستيج متاع روسيا على ساحة الأمم الشي اللي يخلي أنه فما معانتها التقاء متعم مسارات اليوم نلقاه مثلا أنه دول الخليج اللي تحب تاخذ مسافة من الولايات المتحدة الأمريكية واللي قاعدة تشوفي أنه النظام العالمي القائم على قيادة قطب واحد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يسلط عليها ضغط وبالتالي من جهة هي تحاول تخفف الضغط هذية من خلال اتفاقية أبرها من خلال محاولات والمسار التطبيع ومن جهة أخرى ربط العلاقات مع القوى الجديدة للصعدة اللي هي روسيا اللي هي الصين وهنا نلقاه أنه فم محاولة لكسر الجمود ومعادش الجانب الإيديولوجي هو المحدد في العلاقات الدولية رغم أنه رو استوريكمو كان محدد ولكن مش بمية بالمية نذكر أنه عدد من الأنظمة العربية كانوا مثلاً خلفاء للاتحاد السوفيتي ولكن في نفس الوقت الأحزاب الشيوعية ممنوعة عندهم القيادات الشيوعية موجودة في السجون وبالتالي اللي يحكم العلاقات الدولية هي المصالح البيانة اللي خرج على مراكش فيه تقريباً أنا لنيومان في المواقف بين روسيا وأدول العربية كل سواء أحكيوا على السودان أحكيوا على اليمن أحكيوا على غزة أحكيوا على سوريا دونكيليوم فما نوع من البحث عن نفوذ وتطوير علاقات بين روسيا وأدول العربية وهذا عنده تأثير على الليزي كيليبر والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير من الدول العربية تستعمل في الورقة الروسية لتخفيف الضغط الأمريكي عليها ولكن أيضاً فما جانب أنه روسيا تعرف أنه بيش تكون لعب كبير على الساحة الدولية يلزم قسم كبير من المنطقة اللي هي رواعة 300 مليون ساكن وامتدادها جغرافي كبير وفيها ثراوية كما المنطقة العربية دونك لابد أنه يكون عندها فيها موطأ قدم هذك عليش السياسة الروسية ماشية بيسير فما جانب زادة كيف كيف مسئلة النفط والقمح مثلاً نحن في تونس من الدول اللي تستورد القمح الروسي في علاقة بالإمدادات الطاقة كيف كيف ما تطور اليوم روسيا تقريباً جي في الخمسة دول الأوائل اللي عنا معها مبادلات تجارية بق إسانسيال ما أحنا اللي نستورده ولكن هذا يدل أنه روسيا اليوم قاعدة قوي في الدبلوماسية متاعها سرتوه بيش تحمي نفسها في علاقة بالحرب الأوكرانية والضغط الأوروبي الأمريكي عليها هذك عليش اليوم العرب ينجموا يستغلوا الفرصة هذه بيش يخفوا الضغط لأمريكا عليهم وفي نفس الوقت يبني وشاركات كوسوس ومع صين وقلة مع روسيا يعطيك صحة إيد